السلام عليكم. يوم عندنا التمرين. هذا التمرين مقترح. هنا عنده علاقة ما بين الدول واستقامية النقط. هنا في هذا التمرين اشتلاح معي واشقالونا. اليك النقط التالية ابي سي حيث ا اتناني اربعة احداثية تحر اتناني اربعة فاصلة وترتيبها. هنا بالنسبة لهنا. هذه فاصلة. هذه الترتيبة وهذه الفاصلة. هذه الترتيبة وهذه فاصلة وهذه الترتيبة. عندنا هذه اكس ا اجراج ا. هذه اكس بي. هذه اجراج بي. اخيرا عدنا اكس سي. اجراج سي. افتح معي هنا. هذه ثلاث نقاط بالاحداثية التحر. قالونا اثبت ان النقاط ا ا بي سي انها على استقامة وحيدة. هنا مت مشيش ترسم وتقول بما ان كل النقاط تنتمي الى نفس المستقيم فهي استقامة. هذا حل ترواز يماني. ايضا يماني. شي حل تعمل سنة تعمل سنة رابعة متوسط. المطلوب منكم هو هنا تخدموا بذلك الفكرة تعمل استقامة النقاط انها تنتمي الى نفس المستقيم. هذه شي مفرغ منه انك تستعملها. لازم تكون عندك هذه المعلومة. ما تخدمش بين نفس الطريقة كما يتخدم في السنة الثالثة ولا في السنة الثانية. لاحظ معي هنا. بالنسبة ندركها نحاول نقسم الصبورة الى قسمين. لاحظ معي. كما يكون النقاط استقامية قلنا باللي. ستكون النقاط اثبات هنا. اثبات. النقاط ا. ب. س. تنتمي الى نفس المستقيم. نفس المستقيم. هنا في هذه الحالة. عندي يا اما. عندي درمك ثلاثة الحالات. ثلاثة الحالات نقدر نخدمه. نحن معي هنا. نحن معي. نحن نخدم لكم حالة واحدة. وتوم بنفس الطريقة تخدمه. تخدمه من اللي يبقى. هذا نحن معي هنا. عندي يا اما. نثبت انه. او. تنتمي الى المستقيم. ب. س. يا اما. ب. تنتمي الى المستقيم. ا. س. يا اما. س. تنتمي الى المستقيم. ا. ب. بعد. هذا ما لدينا. هذا ما نفهمه. نخدمه. نخرج المعادلة المستقيم. ب. س. تعرف كيف نخرج معادلة المستقيم. معادلة تألو فيه. نخرج ايجر يساوي ايكس زائد بي. وعودنا ونقولنا ونشوف. اذا كانت الاحداثية تا ا تحقق. تحقق المعادلة المستقيم. اي لا تحقق. معتها تنتمي الى المستقيم. اي لما تحققش لا تنتمي المستقيم. هناك نخرج معادلة المستقيم كمثال ب. س. ونلقى ان ا. تحقق معادلة المستقيم. الاحداثية ان ا ا يحققنا معادلة المستقيم. معنتها في هذه الحالة ان ا تنتمي الى بي. س. وكي ا تنتمي الى بي. س. معنى ان النقاط ا و ب و س ينتمي الى نفس المستقيم اذا كل السنقاط ا و ب و س استقامي نقدر Ganz podiat. هذه مطلوب منكم الوحدة منهم. يا اما هذه. يا اما هذه. يا اما هذه. يجب أن أطلوب أن تعملهم بثلاثة تعمل لي واحدة منها أنا أورد لكم كل الحالات لاحظ معي إلا نخرج معادلة المستقيم A ونتحقق أنه بي تحقق المعادلة معادلة المستقيم A كي تحقق معانتها تنتمي إليها تنتمي إلى المستقيم معانتها بعد الحالة A و B و C تنتمي إلى نفس المستقيم إذا استقامي ونقدر نخدم الحالة الثالثة نخرج معادلة المستقيم A ثم نتحقق من أن إحداثيات النقطة C تحقق معادلة المستقيم A إذا فإن النقطة C تنتمي إلى نفس المستقيم A أي النقطة A, B, C على استقامة واحدة ولا استقامية نفس الشيء لاحظ معي أنا أختار كمثال نمشي نخدمه واحدة منهم مثال نخرج أولا نخدمه أولا نخدمه اللولة نخدمه اللولة نخدمه الثالثة لوولة هذه نخدمها أي استخراج أنا أولا حاجة اللولة لنقوم بها استخراج وعادلة المستقيم بيسي اكتلاح هذا هنا ما امشي نعمل لا رسم المعلام ولا اي شيء من هذك الشيء اللي كنا نقوم به من قبل هنا ما نحتاج لا معلم ولا نرسم ولا اي شيء هنا نخدم بالداول انا شكرا لكم في التمرين مقترح حول الداول واستيقامي سنقات ما اقول لكمش المعلم ما عنداش علاقة بالمعلم هذا كي يقول لك ارسل معينا النقاط وبعد يقول لك هل النقاط استقامي هنا كي انه هنا هو يمهد لك اما يقول لك اعطيني معادل المستقيم او بي ولا يوري لك خارط الطريق اللي تستعملها وإلا قال لك هل النقاط مباشر استقامي تقول لهم بما انها تتمئي لنش المستقيم فهي استقامي هذك خليون بالصحة دي شيء سهل ما شكيتش اللي يحطو لكم عين هم عديد من مرات يحطو بين عينيهم يحطو لدوال ما عندهمش طال المعلم واستقامي تنتمئي لنفس المستقيم هذا شيء شيء تاع السنة ثانية شيء تاع السنة رابع يلاحظ معي من المستقيم بي سي ما عندها ندروك ما نحتاج 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 الاحداثية تاع بي اللي هي نقص اثنان نقص اثنان نقص اثنان والاحداثية تاع سي سي اللي هي صفر واحد واحد ايه لاحظ معي هنا عدنا نخرجوها هنا عدنا بنسبة y y طعا كما اللي سفهمنا قلنا بلي كيكو عندي دالة صيغة نكتبها fx كيكو قلو لمستقيم نكتب y تساوي هذه y هي fx هذه تكون عندي صيغة وهذا كيكو عندي مستقيم هيا لاحظ معي كيكو عندي مستقيم نكتب y تساوي كيكو عندي صيغة نكتب fx يساوي x زائد b خطر انا ما نشعار في h حاله وباش كم فهي لاحظ معي ايه درموك هنا نجوم نخدمها بداك قال لك عندي صفر واحد معنتها b يساوي واحد لخطر b هو الترتيبة الى الصفر معنتها هذا هذا هو الواحد الترتيبة الى الصفر بصحة انو خلينا احنا من احتلنا فتاردو باللي ما اعطوها الناشسة لكنه هيدا نحاولو نخدمها بالمرحلة بمرحلية نلاحظ معاين نخرجو نخرجو بعد هذا معامل توجيه هذا او هذا معامل نخرجوه هذا المعامل توجيه عسمه معامل توجيه اختر هو يوجهنا المستقيم اذا كان ا موجب دل جي طلع تمثيل بين جي طلع وإذا كان عندنا اساليب تمثيل بيني جي هاود معنتها يجي هابط في هذا الحالة هذا اسمه معامل توجيه اختر هو يوجهنا المستقيم اذا كان يطلع ولا يهبط ما نخرجو هذا المعامل عندي اتو ساوي عنكم القانون تخدموا بي ولا تخدموا بجونس معادلاتين برسكم هنا نحاول نخدم بالقانون باش نربح الوقت هنا عندي هنا عندي بنسبة هذه X هذه X Y C هذه X B Y بي ثم ما نحن عندكم هنا ثم هنا فقط ما نحن عملين عملين X2 X1 X2 X1 هنا نفس الشيء هنا عندي X1 X2 C C C و B هيا لاحظون العين معنى هنا نحط Y C صورتين على فرق الصورتين على فرق السابقتين أي Y ناقص Y B على X ناقص X B وتسير أعطينا Y C اللي هي واحد هي واحد زائد واحد ناقص Y B اللي هي ناقص إثنى على هني أخدمها بالتفصيل هي مفروضة تحط لمعاكس مباشرة ثم صحنا نخدمها بالتفصيل باش تفهم وعدنا عاود X C X اللي هي صفر ناقص X X اللي هي ناقص إثنان أي تسير تعطينا هنا زائد واحد ناقص ناقص تولي زائد زائد إثنان هنا تولينا ترجعنا زائد واحد زائد زائد إثنان على صفر زائد زائد إثنان أي تطعنا هنا mañana زائد واحد زائد زائد إثنان ثم اضاف تطعنا زائد ثلاثة على زائد إثنان وتطعنا هنا واحد فاصل خمسة ثلاثة على ثنين هي زائد واحد فاصل خمسة ما عندنا هنا الأ هذا الأ معامل التوجه هو واحد فاصل خمسة ما يا نخarth والذي نحاول نحاول أن نحاول هذا كلبين ه роль نختار واحدة من هادو كمثال نختار نختار احنا نختار احداثيات احسن هاو اذا حنا كمالي عندكم هاو اذا عندكم اف لي اكس هذه هي اجراجة هذه هي اجراج اف لي اكس يساوي اي اكس زائد بي ايه كان عمل اف لي صفر اف لي صفر تحدي خدمنا بصي هذه اكس 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 هي صفر ايه يساوي اي اكس اصبناه بقينا هو واحد وانصف واحد فاصل خمس في اكس هو صفر هذا هو اكس هذا هو اكس بنتهي نجينا صفر زائد بي يساوي النتيجة سنعرفها اف لي صفر يساوي واحد لخطر هذا هو ايجراج ما انتك اتعوه هنا هاديك هادي اكسين وهادي ايجراج السي قلنا باللي السابقة هي الفاصلة والترتيبة هي الصور لاحظا معايا اي ابقى بالاخر ايجراجيك اذا اعطنا X زائد 1 هذه معادة المستقيم بيسي حسنا نعرفه إذا كانت A حسنا نتحقق هنا أدركك التحقق أن النقطة A تنتمي إلى بيسي حسنا نقطة تنتمي إلى بيسي أي التحقق من أن إحداثيات A تحقق المعادلة معادلة Y تعبسين يساوي 1.5X زائد 1 يعني أن تحقق هذه المعادلة هذه المعادلة تحقق كيف تحققها؟ طبعا عندي A إحداثيات طحة نعرفهم A إحداثيات طحة هي 2.4 2.4 أي هذه هي X X وهذه هي Y هذه هي Y هذه Y أي أدرك هنا ماذا نعرف؟ Y نضعه في المكان Y والX نضعه في المكان X ونرى إذا المساواة تكون عندي صحيحة أو خاطئة يلاحظ معي ما نكتبها Y تساوي 1.5X زائد 1 يعني أن نضع هنا Y A وقصد مع هذه Y X A وقصد أن يكون هذه المساواة محققة تحقق معي هنا هذا Y افترضت أن في هذه النقطة تكون عندي فئة تكون هذا المستقيم فيه بزافة النقط مع أن تختاري الدرو أن يشوف هذه A إلى إحداثية تحت تحقق هذه المعادلة المستقيم مع أن تهل داخل في قلبها أم لا هيا شوف معاه هنا Y A هو 4 يساوي 1.5 في X A كم هو 2 زائد 1 أي 4 تساوي أولوياء الدرب إثنان في واحد وانسط أعطينا ثلاثة زائد 1 وتساوي أربعة تساوي أربعة محققة أكتوفوا معايا هنا إذا إذا A تنتهي إلى بي ساوي أي أربعة هنا كنعنا أ بما أن هنا بما أن أ تنتهي إلى بي سي فإن النقاط أ بي سي تنتهي إلى نفس المستقيم ومنه A B C استقامية لاحظوا معايا الفكرة هنا ما فردت عليكم تخرجوا المعادلة بي سي وتشوفوا لا تنتهي لكم لديكم ثلاثة طرق إما تخرج المعادلة A B وتحقق أن C تحقق المعادلة إما تخرج المعادلة بي C وتشوف I لتحقق المعادلة إما تخرج المعادلة A C وتشوف إذا كانت B إحداثيات تحقق المعادلة لاحظة معي شيء سهل مستقيم لا يوجد شيء سؤال يمكن أن يعطيك تمرين في شكل سؤال وهذا سؤال واحد تلقى روحك تحلل الدوال واستقامة النقاط وكل أشياء في في تمرين واحد إن شاء الله رب يعاونكم وحاولوا وشوفوا هذا المثال علشان نحط لكم هاد الأمثال لن نخدم التمرين لي سهلين ننخدم شانا تمرين تاع بسط العبارة ونحط لكم الجودور وهذا الأشياء روكم تخدموهم من قبل وحدكم مع الأساديدات تعاكم وأصلا تعرفونهم مانيش خايف منكم عليهم نحط لكم بعض الثمانية وبعض الوضعيات كما الوضعية على السرعة كما الاشياء التي تخوفكم نحاول أن نضعها تكون عندكم فكرة عليها أحسن من اللي نضعها تبقى تشوفها تقول هذا ما قررناه وهذا ما مشفناه كما البعض الذي كتب لي في الملاحظة وكتب لي السرعة لم تقرأوها من نسبة الوضعية التي قمتها بمرة وكتب لي السرعة ولا أخر ما كان لديهم في المقرر وهذا الشيء خاطر في السنة الثالثة متوسط قررت السرعة والمسافة وفهمت السرعة والشياء هي المسافة المقطوعة خلال الوحدة خلال واحد ساعة ولا واحد دقيقة وكعمل عندكم درس بتاع الحركة المنتظمة نذكرها في الترواز يماني في السنة الثالثة كعندكم هذه السرعة والمسافة والزمن كعندكم هذه الأشياء ما انتهت هنا الربط ما بينه ما بين الدول صح تقدر تكونوا ما عملتوش بصح هنا وارد كما لي هذا العام يحط لك كمثال كمثال وضعية في هالمساحات ويحط لك المستاطل والمثلة وشبه منحرف تقول لي بللي ما قريتش بهم منحرف وما قريتش المستاطل وما قريتش المثلة هاد العام ها قريتهم في السنوات الماضية كي قرأناه قريتهم في السنوات الماضية ما عندها شيء مطلوب منكم باش تفهموا الشهادة شهادة تعليم المتوسط هي امتحان نهاية مرحلة بكمالها الأولى متوسط ثانية متوسط ثالثة متوسط الرابعة متوسط ما مقتصراش على السنة الرابعة ما عندها داخل فيها كل الأشياء ما عندكمش أشياء اللي صعيبة ما عندها إلا بعض الحالات كاين وبعض التمارين اللي لازم تكون عندكم فكرة عليها باش ما تبقاش تخدموا تخدم كمثات بس يتحط الإجابات على تغيير فعاول ما تحصل على النقطة الكاملة ثلاث نقاط تعالشي تحصل على نقطة واحدة كما هنا تقول بما أن النقاط تثني تنتمي إلى نفس المستقن فهي استقامية هنا تحصل على 0.75 أولا والتمرين يكون على ثلاث نقاط مستحيل أنك تكتب الوجوم لا يعطيك طلب نقاط. هذه غير معقولة. هذه من الأول ما يعني شيء آخر يجب أن تقوم به. ليس ما يعني شيء ترسم المعلام وتضع النقاط A و B و C. هذه هي الصورة. هذه السنة أولى متوسطية. يضع النقاط و B بالإحداثية. يعني شيء غير معقول أنك مطلوب منك تعين نقاط A و B و C. أو ترسم المستقيم الذي يشمل النقاط A و B C. أو تقول على استقامة واحدة. هذا الشيء تقدمه كامل. يارب تحصل فيه نقطة. أنت هنا حاول تخدمها كتعرف المستقيم. المستقيم عنده معادلة مستقيم. إن شاء الله يارب تكون وصلت الفكرة. ثم نحاول أرفض ورقة خارجية. لا تخدم كيفية. لا تخدم المعادلة B و C. وتحقق من A. ورح تخدم كمثل معادلة مستقيم A و B. وتحقق أنه النقطة C تنتمي إليها. ترى معي. ورى إذا تقدر تخرجها أم لا. لا تخدمها هذه في عشر دقائق. عشر دقائق تطويها وراء عندك فكرة جديدة. أنت راها تمرين يعلمك شيء. تمرين عقاب كامل تمرين تشبعين. مهم لا ينجحكم وخدموا. إن شاء الله رب يعاونكم. شكرا. شكرا.